بعد سجال قضائي استمر أربعة أعوام حسمت المحكمة الأمريكية العليا الجدلة بشأن مسألة براءات اختراع الجينات البشرية إذ قضت بعدم إمكانية تسجيل براءات الاختراع تلك عندما يحاول طبيب تشخيص علاج مريض للوقوف على حالته الصحية فهو يجري الكثير من الأبحاث لكن المحكمة ارتأت أن ذلك الأمر مهما كان ليس كافيا لتمنح على أساسه براءة اختراع غير أنني أعتقد أن المحكمة نفسها يمكن أن تفكر جديا في مكافأة الطبيب إذا ما فعل ما يجب فعله وكانت النتائج طيبة الجينات التي دار حولها الجدل مرتبطة بسرطان الثدي وعنق الرحم فشركة ميرياد جيناتيكس الأمريكية توصلت قبل أعوام إلى نتائج يمكن بمجيبها عزل مركبات الجينات المرتبطة بالمرض وطلبت تسجيل براءة اختراع لصالحها معتبرة أنها حولت الجينات إلى نتاج بشري وليس طبيعيا غير أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكية كان له رأي آخر يتمثل في أن الجينات تبقى من صنع الطبيعة ولا يمكن أن تسجل عليها براءة اختراع وبهذا الرأي اتجه الاتحاد إلى القضاء في عام 2009 طالبا رأي المحكمة وبعد أن حكمت إحدى محاكم نيويورك لصالح الاتحاد عام 2010 أصدرت محكمة استئناف مرتين حكما لصالح الشركة وبقي الجدل مطروحا إلى أن حسمت المحكمة العليا الأمر لصالح الاتحاد بتأكيدها أن الحمض النووي من منتجات الطبيعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر